بسم الله الرحمن الرحيم معاكم الطالب عبدالعزيز رجالعنزي طالب في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت قسم علم نفس مساند علم اجتماع أنا من ذوي الإعاقة عندي إعاقة بصرية وفي عندنا عدة مشاكل ومن هالمشاكل مشكلة المواد العلمية احنا نعاني من هالمشكلة هذي ان الطالب اللي يدرس في جامعة الكويت ملزم ان يدرس مواد علمية منها الحصاء او الكيميا او اي مادة خاصة في العلوم وهالمواد هذي احنا اساسا نكون مماخذينها في المرحلة الثانوية ممكن مثلا احد يجيني يقول لي ان انت ما اخذها في البداية والمتوسط احنا ما اخذينها منهج غير مبسط للطلب المكفوفين فلما نروح الجامعة احنا ملزومين علشان نتخرج ملزومين ناخذ هالمواد هذي لما ناخذ هذي المواد يعني في ديكاترا يتعاون معاك ويعطيك مثلا شي بسيط نظري من هالمواد بس انت ما تقدر تخلص هالمادة هذي بالشي المطلوب منك علشان تاخذ معدل زين في هالمادة هذي فتأذر على معدلك وتأثر عليك في اي شي كان خاص في المعدل وهذا يعني حنا نحس فيه يعني ما فيه شي شي فيه عدالة احنا نظلم في هذا في هذه الجزئية فلما نجي نقول نبي يا جماعة تعدلون الوضع هذا اننا بدلونا هالمواد هذي او شوفوا لنا حل فيها ما فيه يعني ديكاترا يقول لك انا امشي معاك وهو اوكي ومشيك وعطيك اي درجة وتمشي وتخلص بس لا احنا اليوم فيه يعني نقول لكم احنا فيه عندنا حلول ويريت يعني اتمنى ان في احد يسمع هذه الحلول ان تستبدل المواد هذه يعني يا بمواد ادبية او نعفو عنها مثل ما كنا في ايام الثانوية وبالختام احنا بقينا ان نبلغ في هذه القضايا والقضية اللي انا قلتها ان احنا في يوم من الايام في الكورس اللي طاف اول ما نصب مدير الجامعة الحالي الدكتور حسين الانصاري تم مقابلتنا احنا وشرحنا القضايا اللي نعاني منها احنا كمكفوفين ووعدنا ان راح يتم دراسة هذه القضايا وبحلها في اسرع وقت ووعدنا في لقاء ثاني وانتمنى ان اللقاء الثاني يكون معا الحل والله يكتف فيه الخير انا حبيت اشكر فريق بسمة للتوثيق على اهتمامهم في هذه القضية بشكل خاص للمكفوفين واهتمامهم بقضايا المعاقين كافة يعطيكم العافية قواكم الله ما تقصرون اشتركوا في القناة